الرقم الكبير اللي يعجبك في دول لا انا ايه اللي يلفت نظري اه كل الرقم تعجبني اي طالما فيه رقم للنادي الالي يعجبني اي لكن يلفت نظري ان الالي يوصل ست مرات ياخد خمس اه القاب ياخد اربع القاب مرتين وبعدين مرتين لو كان كسب الودات كان خد خمس القاب متتالية اه خمسة من خمسة ده كان بقى رقم لا تقول لي مدريد ولا مش عارف ايه محدش يعمل عمله ريال مدريد مرد واخد بالك بس كنت حتحط نفسك جنبه اه كتف بكتف اي الرقم التاني اللي لازم نتوقف قدامه برضو انك يخش فيه جون وبدون هزيمة في البطولة دي الرقم التالت ان كل رقيدة زي جوسي زي موسيماني كل واحدين مخد بطولتين وارا بعض اي عنده فرصة يزود اه عنده فرصة يزود هنشوف هيعمل ايه لكن الجيل بقى ده كله لان خد بطولتين مع موسيماني وخد بطولتين مع كولر ووصل نهايين لم يوفق فيهم فما حققه ما حققوش جيل تاني في بطولات افريقي في العشر سنين الفاته دو ما حدش عمل كده اي يعني لما كل رامي ربيعة عنده ستة القاب زي الجمعة وحسام عشور لا افريقيا ايوه ما هو هما التلاتة كل واحد عنده ستة القاب في دور الابطال اساني بس دور الابطال ازاي ايوه ازاي افراهيم دور الابطال عنده ارقاب افريقيا ممكن في سوبر او حاجات لا في دور الابطال اصلا انت كده عندك طبع شبالي انا مش هقعد اجدل معاك عشان موقت الناس انا هحسبهم لك لا احسبهم هما لعم اذا كان هما اخدوا تلاتة مع جوسي وبطالوا لا ما هو واقل جمعة استمر اللي مع حسام البدري ومع محمد يوسف خمسة اه خد اتناشر و تلاتتراشر طيب ما فيش حد اخد ستة رامي ربيع لا تساو انا هجيب لك رامي و حسام ووائل التلاتة تساوه في ستة القاب ستة فيهم سوبر ممكن هتلاقي لا ستة في دور الابطال لا حول اخوة تلبي الله الناس ما لعبتش البطولة دي ست مرات يعني يكسبوا ستة من خمسة بص وائل مبدئين وحسام خدوا كل الالقاب الفترة بتاعت منو ايوه خدوا عملوا حاجات تانية اخد دالك التلاتة بتوع منو انا بكلمك النهاردة اصلا وائل اخد دالك حاجة وائل اول ما جاه لعب بطولة في 2001 في كلهم ولادنا ايوه لا لا واحد في كلهم ولادنا لا وائل لعب اول بطولة في 2001 لما كان لسه جاي وبعد كده اخد خمسة وستة وتمانية واثناشر وطلاتاشر ستة ستة يبا وائل ستة اه وحسام عشور ستة وحسام عشور ستة ورامي ربيعة ستة كويس اه التلاتة ولاد الاهل اه كسبوا كل واحد فيه ستة بطولة اه كويس ورامي ربما يكون عنده فرصة اه انه زود رامي عنده فرصة يزود والمخرج عنده فرصة يطلع فاصل وبعد الفاصل هنشوف افراح الالوية في كل مكان